وذلك بعدما رفضت إثيوبيا مناقشة خطة مصرية تتعلق بجوانب رئيسية في تشغيل السبد العملاق الذي تبنيه أديسة بابا على نهر النيل مصر التي تحصل على حوالي 90% من مياه هي العدبة من نهر النيل تعتبر السبد خطرا على وجودها الخارجية المصرية أشارت إلى وجود خلافات أساسية حول التدفق السنوي للمياه والتي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق طبعا أثناء فترات الجفاف يأتي الخلاف عقب استئناف المحادثات بشأن السد بين الدول الثلاث مصر إثيوبيا وأيضا السودان بعدما توقفت لحوالي بشأن تشغيل سد النهضة تتفق المقترحات على أن المرحلة الأولى طبعا من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق حوالي العامين وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد داخل أثيوبيا إلى 595 متر وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرباء مائية في السد جاهزة للعمل لكن الاقتراح المصري ينص على أنه إذا تزامنت هذه المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا طبعا على الغرار ما حدث في عام 1979 و1980 فيجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان من التراجع إلى أقل من 165 متر تقول مصر إنها ستكون أكثر من مليون وظيفة 1.8 مليار دولار طبعا من الناتج الاقتصادي سنويا كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار مصر تعتبر أن لها حقوقا تاريخية في النهر بموجة باتفاقتين 1929 و1959 التي تمنحها 87% من مياه النيل وأيضا حق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع إثيوبيا بدأت عمليات بناء سد النهضة عام 2011 وبتكلفة قدرت بخمس مليارات دولار طبعا هذه التكلفة تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له تمتد على مساحة تبلغ 1800 كم مربع وبعمق 155 متر يقع على النيل الأزرق بولاية بانشنقول قماز بالقرب من الحدود الأثيوبية السودانية تم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي أثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميجاوات سيبدأ السد بالإنتاج بحلول نهاية 2020 سيبدأ تشغيله بالكامل بحدود 2022 ويحمل السد منافع اقتصادية لأثيوبيا والسودان ولكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة من نهر النيل المستخدمة في الشرب والزراعة وأيضا الصناعة حيقلل للحصة بتاعتنا في المياه وأحنا أساسا بلد زراعية فده حتقلل للنسبة بتاعتنا في المياه تجامد يعني وده هتبقى عندنا عوكب وخيمة يعني بسببها لأن كده كده حيروح للنسبة تستحقش المياه اللي بتروح له موضوع السد النهضة موضوع خطير جدا وحساس جدا المياه بالنسبة لمصر هي حياء وموت احنا اتأخرنا كتير جدا بسبب بأسباب سياسية سابقة في أن احنا نحل هذا الموضوع مع أثيوبيا طبعا في مشكلة كبيرة لو السد دبان يعني هتقلل نسبة حصة مصر في المياه بنسبة كبيرة قوي وإحنا يعني الماء عندنا مش بكوم احنا بالعافة يعني حوار الماء دي مش هينفع عن سد النهضة يتبني عشان احنا بلد زراعية بالنسبة لموضوع سد النهضة وطبعا كانت من ضمن الكوارث بناء سد النهضة لأن طبعا ده هيأثر على كل حاجة في البلد والمزيد ينضم إلينا من القاهرة أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين أهلا بك دكتور نادر بداية إلى أي حد الصورة قاتمة فعليا بالنسبة لمصر في ظل هذا الإطار والتعثر بالمفاوضات هل بالفعل نحن نتحدث عن خسارة لأكثر من مليون وظيفة نتحدث عن حوالي 2 مليار خسارة أيضا من الناتج المحل الاقتصادي نعم في الحقيقة أيها أن العواقب وخيمة وصعبة إذا لم يتم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على المبدأ الأساسي للمفاوضات وهو لا ضرر ولا ضرار وأن تراعي إثيوبيا مصالح دولة المصاب وهي الدولة الأفقر مائيا والأقل حتى في المساحة الزراعية لأراضيها والدولة التي تعيش على 7% فقط من أراضيها والباقي عبارة عن صحادي جرداء تعاني من القحط والجفاف إذن نحن نعيش على جزء بسيط من مساحة مصر نتيجة شح المياه ولن نتحمل أي نقص جديد في المياه يعني على سبيل المثال التقديرات الأولية فقط للبخر من المسطح الكبير لبحيرة سد النهضة اللي هيصل مغزونها إلى 75 مليار قد يصل إلى 5 مليار متر مكعب أي ما يعادل رأي مليون فدان مصري أو ما يعادل كل قطاع الصناعة استهلاك كل قطاع الصناعة في مصر أو نص استهلاك مياه المنازل في مصر وبالتالي هنا هتكون الأضرار الاقتصادية والعائد من قطاع الزراعة والصناعة وأيضا فقدان توربينات السد العالي نحو نصف قدرتها على توليد الكهرباء إذا لم نتوصل إلى اتفاق بمعنى وهذه النقطة دكتور نادر أين تكمن المشكلة الحقيقية إحنا مشكلتنا بفترة التخزين أو تتعدها إلى مواضيع أخرى لا تتعدها إذا إحنا عندنا فقرتين فقرة الأولى للتخزين ثم إدارة السد بعد ذلك في الفترة الأولى للتخزين إثيوبيا لا تريد أن تفسح عن عدد السنوات التي تريدها هي في الأول أعلنت في أحد القنوات العربية عن ثلاث سنوات فقط سوف تملأ السد مهما كانت الظروف إنما إذا جاءوا ثلاث سنوات دول في السبع سنوات العجاف اللي بمر بهم نهر النيل كل دورة عشرين سنة ماذا تفعل مصر وقتها؟ هل ستعطي لمصر والسودان فترة أحد السنريوهات لكي تملأ خزاناتها في السد العالي في مصر وفي سدود روسيرس وسنارو وميروي في السودان حتى نتحمل فترة المال الأولى ثم ماذا بعد فترة المال الأولى كم مليار سيتم خصمه؟ هي لا تريد أن تفسح عن أي شيء لا تريد أن تربط نفسها بأي اتفاقيات من أول المباحثات تريد أن تكون حرة نفسها في التقرير الدولي الأول لم يعجبها إدانة إثيوبيا إدانة التقرير لإثيوبيا بأنه سداً بلا درسات وطلبت استبعاد أي درسات دولية بعد ذلك وأن يختصر التباحث فقط على الدول السلاس ثم بدأت تفرض رأيها بأنه حتى المكتب الاستشاري عندما قدم تقريره ليس بصالحة طلبت استبعاده رغم أن هي التي اختارته وله أعمال داخل إثيوبيا ولا تريد أن تضع نفسها في أي ارتباطات مكتوبة حتى ضمان تدفقات النيل الأزرق بعد بناء السد كما وعدت بأن مصر لن تتضرر فقط نليد ضمان كما أنت تقولي أن مصر لن تتضرر ورحنا نصدق إذن نقر بذلك التفاقية على أن تحابس إثيوبيا على تدفقات النيل الأزرق بعد بناء السد عند نفس مستوى قبل البناء عرفنا أنه في عقدة كبيرة جدا نتركها للمتفاوضين بس خبرني بحال استمر الرفض ما هي الخيارات المطروحة فيه خيارات بديلة إن كان لمصر أو السودان طبعا بعد ثمان سنين من المفاوضات أصبحت الخيارات قليلة وصعبة يعني كان من الأول ينبغي أن يتدخل معنا الاتحاد الأفريقي كوسيط محايد في التوصل إلى أو تقارب بجهات النظر بين مصر حلول تقنية بمعزل عن الاتفاق هي الحلول التقنية كلها إثيوبيا ترفضها لأن الأمر كله أصبح في جانب إثيوبيا وما تحاول مصر أن تفعله الآن كان ينبغي أن تفعله قبل عام 2015 قبل أن نوقع على اتفاقية إعلان مبادئ الخرطوم أن نتفق على نظام التشغيل أولا أن نتفق على الخصم الذي يتم من حسة الجانب المصري ثم بعد ذلك نوقع اتفاقية إعلان المبادئ ونعطي للسد شرعية وهو سد غير شرعي لأنه سد ضخم في دول المنابع والقانون الدولي للمياه يمنع دول المنابع من بناء سدود ضخمة ونما سدود صغيرة لأن في دول بعدها قصة النيل الأزرق بمسل حوالي 64% من إجمال تدفقات مياه نهر النيل وبالتالي مصر لديها استعداد أن يتأثر نصف حستها من المياه نتيجة سد النهضة دون أن تراعي إثيوبيا أننا دولة نعاني من فقر مائي ودولة صحراوية أيضا كان معنا من القاهرة أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين شكرا جزيلا لك لازم أن يبقى فيه وقفة جديدة من الحكومة بس بجد مش حوار ورق بقى والمؤتمر في العشر من يوليو سنة كام لازم أن يبقى قولا وحيدا يعني عشان نستدي ده لو تم بناء تبقى مشكلة كبيرة جدا بنعتمد على حكمة الرئيس السيسي أنه هو يقدر يحل الموضوع ده بشكل سياسي هو الخلاف دلوقتي الوحيد على عدد سنوات ملء الخزان إحنا بطلبين سبع سنين وهم بيقولوا ثلاث سنين لو في دبلوما مسألة ستتحل يعني مفروض مسألة زي ده دخل فيها أعلى المسؤولين في البلد حتى لو وصلت الرئيس الجمهورية نحن نأمل أن نحن نلاقي حل ومفاوضات معاهم أن نكمل حياتنا بدون أي مشاكل معاهم أنا شايف أن الحكومة لازم يعني تشوف الموضوع دوت علشان بلدنا مش عينفع أنها تتبني عشان أرض زراعية المهندس الرسمي لوزارة الموارد المائية والري أهلا بك بش مهندس بداية هل أنت ضعنا في صورة الوضع الآن فيما يتعلق بالمفاوضات مع أسيوكيا تعثر بمعنى أن هناك سيكون استكمال للمحادثات أو رفض للمقترح المصري بمعنى آخر أنه هناك تعنت ولا مفاوضات حول هذا الموضوع في البداية اسمحيلة وضح أن احنا استكملنا المفاوضات بعد توقفها تقريبا على مدار عام أو أكثر خلال فترة اللي فاتت وده كان إنبارح وأول يوم 15 و 16 سبتمبر الحالي تم عقد اجتماع على المستوى الوزاري لوزراء الشؤون المائية في الثلاث دول بالقاهرة وللأسف كانت كل المنقشات في الأطر الإجرائية ولم يتطرق إلى أي نقاط فنية وده يرجع بسبب تمسك الجانب الأسيوبي بعدم منقشة أي مقترح مصري على رغم أنه تم تقديم هذا المقترح من أول من أغسطس الماضي لهم ولكن لم كانوا متمسكين بعدم منقشته بشكل رفض وقاطع وعلى أساسه تم الاستقرار على إن شاء الله عقد اجتماع عاجل لللجنة الفنية المشكلة من السلس دول مصر والسودان وأسيوبيا لجنة علمية مستقلة سيكون ممثلة بخمس أعضاء من كل دولة هيكون الاجتماع ده إن شاء الله خلال الفترة من 30 سبتمبر الحالي إلى 3 أكتوبا القادم لمدة أربعة أيام بمدينة الخرطوم بالسودان ثم يعقبه مباشرة وده طبعا الاجتماع ده هدفه الرئيسي هو منقشة المقترح المصري الخاص بفترة الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة وأيضا مقترحين الآخرين لدولة السودان ودولة أسيوبيا ثم يعقبه مباشرة يوم 15 و16 إن شاء الله اجتماع على المستوى الوزاري بالخرطوم أيضا لإقرار نقاط الاتفاق اللي إن شاء الله يقدر يوصلوا لها وإقرارها بخصوص فترات الملء والتشغيل متفائلين من هذه الاجتماعات سيد محمد؟ على كافة الأحوال بنأكد أننا دائما وأبدا مصر تتبع مبدأ حسن النية ونتمنى إن شاء الله أو نرى أن الجانب الأسيوب عليه أن ينخرط أيضا في هذا الجانب من التركيز في المناقشات الفنية الخاصة بفترات الملء والتشغيل لسد النهضة ونركز بشكل موضوعي أكتر عشان نقدر نوصل لنقاط التحقق الوفاق اللي المفروض هو في إطار التفاقية اللي تم توقعها 23 مارس 2015 بين قيادات الثلاث دول الخاصة اللي معروفة باسم التفاقية إعلان المبادئ وأعتقد الهدف الرئيسي هو تحقيق المصلحة المشتركة للثلاث دول ونتمنى أنها نقدر حقاها طيب بس سؤال عندما تقول عليه أن ينخرط أو على إثيوبيا أن تنخرط في ذلك هل هذا الموضوع يعتمد على هذه الاتفاقات بمعنى آخر أنها ملزمة أو لا وهل يمكن أن نلزمها بذلك خلينا نتكلم أننا من البداية خالص المفروض أننا اجتماعاتنا قائمة على حسن النواية والمفروض أننا قائمة على مبادئ عامة ملزمة لنا اللي هو الإطار لاتفاقية إعلان المبادئ اللي وقع في 2015 اللي من ضمنه أننا المفروض الهدف الرئيسي أننا دائما وأبدا بنعلن أننا بجانب أثيوبيا لتحقيق التنمية اللي عايزة توصل لها لكن بشكل أنه يكون الضرر اللي هيقع على مصر غير جسيم في ظل ما نعنيه من ندرة مائية ومحدودية في الموارد المائية أيضا ونكلم أننا نعتمد على نهر النيل بنسبة 95% من مواردنا ويمكن نزيد الموارد المائية أقصد وبالتالي أنه لا مجال أبدا لتقريب يعني التزام أخلاقي مبدئيا ممكن أفهم ومن القاهرة المهندس محمد ماهر السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري شكرا جزيلا لك أترككم مع أهم جاء في الخامسة بالدقيق مشاهدين أبقوا معنا موسح كاريزا لست اس б إيقية موسحك المترجم للقناة